الحرب على غزة تدخل شهرها الخامس خلال 24 ساعة الماضية سقط ما لا يقل عن 130 قتيلة لترتفع حصيلة القتلى إلى 27840 منذ بطء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي غالبيتهم من النساء والأطفال فيما تتزايد المخاوف حول مصير أكثر من مليون نازح محاصرين في مدينة رفح جنوب القطاع حيث تستعد إسرائيل لشن هجوم بري مع انطلاق جولة جديدة من المحادثات بالقاهرة للتوصل إلى هدنة واعتبر وزير خارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الذي يختم اليوم جولته بالمنطقة أنه لا يزال هناك مكان لاتفاق بين إسرائيل وحماس رغم إشارته إلى أن عناصر رد حماس على مقترح الهدنة غير مقبولة داعيا إلى حماية المدنيين وجاءت هذه الدعوة بعد فترة وجيزة من التصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو حيث رفض دعوات حماس لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهاء وتعهد القيبة بعمل عسكري في رفح نوها يوسف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو يضرب الوساطات العربية والأمريكية عرض الحائط ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في ضيافتها ويعلن نيته الهجوم على رفح الخبر الصاعقة بالنسبة لأزيد من مليون وخمسمائة ألف غزاوية جاء في هيئة أمر من نتنياهو للجيش بتحضير هجوم على رفح معتبرا الانتصار على حماس أمرا في متناول اليد وهي مسألة أشهر يقول نتنياهو المتوجس بخصوص مستقبله السياسي والقضائي في حال انتهاء القتال دون فوز يقدمه للداخل الإسرائيلي علل قراره في خطاب متلفز بالقول إن الرضوخ لمطالب حركة حماس سيؤدي إلى مجزرة أخرى ومن مؤشرات شهر خامس ينبئ بأن يكون جحيميا كالأربعة السابقة اقترح أمس جيش الاحتلال تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 وزيادة عدد أيام خدمة الاحتياط وتمديد الحد الأقصى لعمر الجنود والضباط في الاحتياط بلينكين الذي جاء ببصيص أمل في التوصل إلى اتفاق بعد تصريحه بأن رد حماس يوجد مجالا لبلوغ وقف إطلاق النار وجد نفسه في موقف محرج حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو وحكومته من أفعال تؤجج التوترات ودعا إلى إعطاء الأولوية للمدنيين في مدينة رفح دون بلوغ حد المطالبة بعدم تنفيذ عملية عسكرية في المدينة قرار إسرائيل الهجوم على رفح في الغالب من محور كاليفورنيا سيخلف دون شك رجع صدا في القاهرة وإن تعهد نتانياهو لبلينكين بالتنسيق مع مصر كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية